الحدث إذا الإنسان تذكر بعد الصلاة بعد عشر سنين بعد عشرين سنة أن في صلاة قديمة صلاها من دون وضوء يجب علي أن يعيدها ما تسقط الصلاة الحدث إذا مثلا صلى الإنسان وهو محدث وما تذكر هذا إلا بعد سنين يجب علي أن يعيد الصلاة لأن الصلاة غير صحيحة أما النجاسة ففيها ترتيب فإذا الإنسان علم بالنجاسة بعد الصلاة يعني بعدما انتهى من الصلاة تفاجأ وإلا ثوب عليه نجاسة أو بدن عليه نجاسة وما كان يعلم بها أو علم بها ثم نسيها وما تذكرها إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة صلاته صحيحة الحالة الثانية إذا رأى أو علم النجاسة وأثناء الصلاة يجب علي أن تخلص من النجاس والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالناس خلعا عليه في أثناء الصلاة فخلعا الصحابة نعالهم فلما سلم قال لماذا خلعتم قال رأيناك قال إن جبريل أخبرني أن بها ما قذرا فخلعها في الصلاة ولذلك الإنسان إذا كان يصلي بن علي وتبين بأنه نجسة خلعها إذا كان يصلي عليه غترة والأشماغ والأعصابة والأعمامة وثم علم بأن فيها نجاسة يخلعها إذا عليه مثلا يسمونها الجاكيت يعني تسميات كثيرة جاكيت ولا بالط ولا بشت وعلم في أن يخلعها في الصلاة ويكمل صلاة طبيعي يكمل صلاة طبيعي المحالة الثالثة إذا كان علم بالنجاسة أثناء الصلاة أو تذكرها ثم أراد أن ينزع هذا الثوب الذي فيه نجاسة ونزع هذا الثوب الذي فيه نجاسة يتطلب كشف العورة يعني ما بين السرة إلى الركبة مثلا نقول له لا بطلت صلاتك تذهب وتغير ثوبك ثم تلبس ثوب نظيف وتأتي وتستفتخ الصلاة من جديد تستأنفها من جديد بارك الله فيك